أهلا بكم من جديدة أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي اليوم إصدار بطاقة إداعا بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وذلك بعد أن مثل اليوم ممقاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالية حول القضية المتعلقة بشبهة طبيض أمواله وعلى إثر الانتهاء من الاختبارات التي أذنت المحكمة بإجرائها حول القضية وقد تعذر على الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي التدخل معنا مباشرة في النشرة لتقديم توضيحات أكثر حول ملابسات عملية الإداعي بالسجن لنبيل القروي وذلك لالتزامات مهنية